أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول بعض الناس إذا أصبته مصيبة يقول أنا ماذا عملت في دنياي حتى تصيبني هذه المصيبة هذا يعاتب الله يعاتب ربه ويجحد تقصيره ويجحد أفعاله هذا لا يجوز هذا أعظم من المعصية والعياذ بالله هذا عتاب لله الواجب أنه يرضى بقضاء الله وأنه يتوب إلى الله ويشكر الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له عجب إن أصابته ضر صبر عليها وكان ذلك خيراً له وإن أصابته سر شكر الله عليها وكان ذلك خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمن نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول أما إذا قال النوش نمسوي هذا يعاتب الله سبحانه وتعالى ويجحد ذنوبه أو قاله فلان ما يستاهل والله أنه فلان طيب ولا يستاهل هل يحصل عليه هذا كان يستدرك على الله سبحانه وتعالى ويقول لربه أنك أخطيت لأنك أصبت هذا وهو ما ما يستحق هذه المصيبة نعم عجب على الإنسان أنه يحفظ لسانه من هالكلام نعم